ابني عنده 11 شهر ومش بيأكل خالص وزنه 9 كيلو طيب هو عنده 11 شهر إن شاء الله بعد شهر هيتم سنة كل سنة هو طيب وزنه 9 كيلو وما بيأكلش خالص الوزن المثالي عند نهاية السنة الأولى بيكون 10 كيلو الوزن المثالي عند نهاية السنة الأولى بيكون 10 كيلو تحديداً يعني 9 كيلو 700 للبنات 10 كيلو 200 للولاد ده الوزن إيه المثالي لكن مجازا إحنا بنتكلمش بقى في 200 جرام و 300 جرام فرق لا إحنا بنتكلم في 10 كيلو خلاص فحضرتك هو وزن ابنك 9 فهو فرق عن الوزن المثالي اللي عند نهاية السنة هو لسه عنده 11 شهر كيلو جرام واحد لكن بشكل عام أي حد عنده طفل أو طفلة وزنه أقل من الطبيعي ولكن يعني وزنه أقل من المثالي لكنه في الإطار الطبيعي أنتو خدتوا بالك ولا قلت إيه يعني احنا قلنا الوزن المثالي مثلا في الحالة دي 10 كيلو فنفترض نفترض يعني أن الطفل ده كان عمره سنة مش 11 شهر بس وزنه 9 حلو تمام وزنه إيه دكتور وزنه طبيعي يعني مش مريض لا مش مريض حلو قوي خلاص تمام لكن في وسائل أن احنا نخليه 10 كيلو فهمتوا قصدي مش وسائل وحشة كانوا زمان يده حاجات تتخن الطفل ومية رز كل دي حاجات غلط لكن في وسائل علمية أعدل بيها وزن ابني علشان أوصله للوزن المثالي وبرضه هو مش يعني مش تارجت أو مش هدف لأنه 9 كيلو الفرق ده الكيلو ده مش مشكلة خالص لكن أنا بقول للمعلومية يعني أو للمعلومة إيه هي الوسائل دي؟ زي ما قلنا قبل كده ممكن زيادة كسافة العظام عند الطفل نزود الكسافة ونزود مساحة الكتلة العضلية يعني إيه؟ يعني كل مادة للطفل ده مواد غذائية حسب اللي يسمح بيها عمره تحتوي على كالسيوم الكالسيوم ده وكالسيوم وفيتامين دال هتلاقوا إن الكالسيوم ده يساعد على زيادة قوة العظام يعني يتكسف فيها أو العظام دي تمتص كالسيوم أكتر فالعظم يبقى قوي خلاص كده فنقوم يبقى الوزن صحي بسبب إن العظم قوي نفس الحكاية لما الطفل أهتم بإن أنا تديله اختيارات غذائية أو مواد غذائية تحتوي على البروتين تمام؟ البروتين يخلي المساحة الكتلة العضلية عند الطفل أحسن يبقى إحنا كده بنزود وزن الطفل بطريقة صحية عن طريق إن عظامه تبقى أقوى وعضلاته تبقى أقوى